مرحبا، تذكرتوني؟ أنا اسمي فاطمة اليوم بدنا نحكي عن شي كتير مهم دايماً الطلاب عنا بيسألونا عنه بالمعهد تابعوا معي الفيديو للأخير تنعرف عن شو بدنا نحكي اليوم اليوم بدنا نحكي عن عبارات بنستعملها تنحكي عن الحرارة يعني مثلاً إذا بدنا نحكي عن عبارة في عنا ثلاث كلمات باللغة العربية في عنا برد، بردان، وبارد أول كلمة يلي هي اسم برد نستعملها مثلاً اليوم برد ثاني كلمة يلي هي صفة بردان هيدا الصفة نستعملها للأشخاص أو للحيوانات يعني اليوم أنا كتير بردانة أو هيدا الكلب بردان الكلمة الثالثة بارد هي كمان صفة بس هيدا الصفة نعطيها للأكل أو لشي يعني الأكل بارد الغرفة باردة أو اليوم الطقس بارد صحيح أنا خبرتكن أنه بارد هي صفة نعطيها للأكل أو لشي بس كمان من ضمن التعابير اللبنانية يلي نحنا بنستعملها منقول هيدا الشخص بارد شو يعني بارد؟ بارد يعني ما بيعمل كتير رياكشن ما عنده كتير ردة تفعل إيجابية أو سلبية وكمان ما بتشوف عنده كتير حماس للشيء طيب واذا بدنا نحكي عن العكس؟ كمان في عنا ثلاث كلمات سخن، دافي، وشوب أول كلمة يلي هي سخن نستعملها لما بدنا نعطيها صفة للأكل أو المشروب يعني أكل سخن أو مشروب سخن مثل الشاي ثاني كلمة يلي هي شوب هيدا بنحكي دايما لما بدنا نقول عن التقص في اليوم كتير شوب ومنقوله أكيد بفصل الصيف واذا بدنا نستعمل دافي، كمان دافي صفة نستعملها تنحكي عن جسم الإنسان، الجسم دافي أو عن المكان، غرفة دافية كمان في عنا دايما الطلاب بيسألونا إذا بدنا نحكي عن أكل سبايسي ما منقول أكل شوب أكيد، منقول أكل حر إذا كنت أعجبت هذا الفيديو، لا تنسى أن أعطيها كثيراً اشتركوا في القناة، اشتركوا في القناة وإشتركوا في القناة مع أصدقائكم لكي نستعمل لتعلم للمتينة عربية معاً